إن لله عباداً فطنى طلقوا الدنيا وخافوا الفتنى نظروا إليها فلما علموا إنها ليست لحي وطنى جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنة مشاهدي الكرام أسعد الله يومكم وأهلاً بكم في جولة جديدة ولقاء جديد في برنامجنا وبرنامجكم تحت القبة طبعاً برنامجنا تحت القبة بيعني حلقة عن موضوع مجلس النواب حيث أننا في هذه المرحلة نمر بالمسألة المتعلقة بالترشح لمجلس النواب لعام 2020 ولذلك مثل هذه الحلقات بتكون معنا دائماً من خلال برامجنا في قناتنا اللي انتم بتتبعوها باستمرار معنا النهاردة في اللقاء الطيب دفنة الكريم وهو اللقاء الثاني له معنا وهو الأستاذ سيد السيد يوسف هاشم الشهير بالسيد يوسف والمرشح لعضوية مجلس الشعب أو لمجلس النواب آسف لعام 2020 برحب بيك أستاذ سيد أهلاً و سهلاً يا فهلاً شهراً في اللقاء طبعاً الأستاذ السيد هو مرشح عن دائرة المطارية ولذلك بنقول أن هذه الحلقة تخص أهالي المطارية تحديداً وبالتالي أهالي المطارية يتابعون في هذه الحلقة حيث أن أحد المرشحين عن هذه الدائرة كم مرشح يوسف سيد؟ نحن 27 مرشح 27 مرشح عن هذه الدائرة دائرة المطارية طبعاً محتاجين أهالي المطارية أن هم يتابعوا كل النواب اللي هم مرشحين نفسهم في هذه المسألة علشان خاطر البرنامج الانتخابي و إيه المطلوب من النائف هذه الفترة الحلقة بعنوان المطارية عايزة إيه؟ المطارية عايزة إيه؟ دي النقاط اللي إحنا هنتكلم فيها مع الأستاذ سيد بممتاشرة فيها وبالتالي نعرف من خلال معالجته للأمور أو رؤيته لكرسي البرلمان إيه اللي ممكن يقدمه لأهالي المطارية و شعب المطارية مرة تانية أستاذ سيد عشان ما تعملاش الحلقة الماضية بنقول البطاقة الشخصية تعرف نفسك الأول أنا اسمي سيد السيد يوسف هاشم محلل النظم بالهيئة الوطنية للإعلام مستشار إعلامي بجريد الحياة اليوم جديدة رئيس لجنة الصحافة والإعلام على مستوى الجمهورية بالمنظمة المصرية العربية لحول الإنسان مدير المكتب التنفيذي للمنظمة العربية المصرية لحول الإنسان بالمطارية لحل المشاكل و فضل المنازعات والمنصق الإعلامي للجنة حكماء نادي المطارية الرياضية بسم الله ما شاء الله يعني أنت تحتل مكانات متعددة و مكانات همة و فيها كثير من المتعلق بخدمة الناس أو خدمة الآخرين الحمد لله زي حكاية حكاية حقوق الإنسان و زي حكاية المكتب التنفيذي لفضل المنازعات والشكاوة إذن أنت في العمل الخدمي من باتري تمامي فاند إيه اللي خلاك تقول أروح نحية مجلس النوار والله أنا يعني زي ما قلت في الحلقة السابقة أني أنا يعني شوية رايح للعمل الخدمي من غير مدرة الناس اللي بدأت تقدمني ولولا إلحاح الناس الرهيب لنزول مجلس النواب أنا يعني ما كنتش نازل ولكن الناس مشكورين يعني قالوا لا تقدم للمجلس إحنا عايزين حد يكون متواصل معنا حد يكون بيحاول أنه هو يلمس المشاكل الخاصة بينا في حياتنا طبعا أنا من ضمن سكان حي المطارية ولمست فعلا أستاذ أحمد مشاكل كتير جدا عدة فكنت متواصل مع إخواتي وحبيبي أهلي في المطارية تمام يعني طبعا برضو من ضمن الحاجات اللي هي أثناء الإعداد بالنسبة للأستاذ سيد سمعنا أو سمعنا لفظ اللي هو نائب الغلابة تمام فهمت نائب الغلابة يمكن سمعناه في الإعداد من أستاذ عز أبو مسلم وأحمد حسن أبو مسلم والأستاذ عماد العشماوي وعبد عصام وناس كتير كانوا بقولوا نائب الغلابة في موضوع الندوة الأخيرة تمام إيه حكايت بقى نائب الغلابة هو أستاذ أحمد زي ما أنا قلت أخذك المرة اللي فاتت أو في الحلقة السابقة أن أنا بتواصلي يعني ربنا عز وجل اللي جعلني سبب في حل بعض المشاكل اللي تخص الناس فأنا كنت دايما متواصل معهم بطريقة قوية شوية وكنا يعني على قدر الإمكان بنحاول نحل مشاكلنا كانت صحة أو تربية وتعليم أو أيا كان الموضوع يعني كان فيه تواصل شوية مع الناس فالناس كانت أنا يعني كنت بتواصل معهم بطريقة قوية شوية ممكن أنزل تات الفجر أنزل الصبح بدري أكون على معاد مع حد أن أنا أتواصل معاه في حل مشكلة فالناس يعني لقبتني بلقب نائب الغلابة وطبعا عظيم الشرف ليا أن أنا لقبت بهذا اللقب لأنه أعتبره وسام على سدري يعني هل ده معنا أن حضرتك لما بيكون في بعض البساطاء عندهم مشاكل في بعض الناس ممكن أن تتأفف أو يكلم بالتليفون أو يقول له أنا كلمته فلان أنت ما بتلجأش لازل الصوب بتتحرك بنفسك مع صاحب المشكلة مهما كانت طبيعته أنا طبعا بتوجه على طول للمكان اللي فيه المشكلة بنفسي وما ينفعش أن أنا أصلا مروحش معاه أنا بتواصل معاه من خلال مثلا هو لو عايز النهاردة مشكلة فبحدد معاي يوم معين وبنبقى على اتفاق وبروح بنفسي عشان خاطر أحاول ألاقي حال للمشكلة طيب طبعا كلنا نعرف أن حي المطارية هو حي كبير جدا وفي عدد كبير من الشياخات في المطارية القبلية والبحرية والغربية وهناك منطقة عرب الحسن وعرب الطويل وهناك الكثير من العزب وأيضا يوجد هناك بين العربين عزبة عاطف وعزبة شوق دي عزب من ضمن العربين طبعا عرب الحسن وعرب الطويلة يعتبروا طبعا الأماكن دي موجودة في المطارية ومن ضمن عزبة شوق وعزبة عاطف فعلا ده حقيقة يعني طب ده بقى هيقلنا لعلوان الحلقة المطارية عايزة ايه طبعا هناك في طفرة حضارية في منطقة المطارية طبعا إنجزات سيارة الرئيس عفتاح السيسي واضحة جدا في هذه الفترة بعمل المحور اللي هو جاي من الحلمية ورايح لغاية مسترد وفي حضارة ونقلة حضارية في هذه المنطقة في مرور بقى مدار المطارية بشارع الكابلات بهذه المناطق ولكن هناك المناطق المترامية زي عرب الحسن وعرب الطويل والعزبة اللي هي دي اللي هي في الجزء اللي بعد دي المثالة هل هناك طفرة هل هناك يحدث طفرة هل هناك تطور يحدث مواكب لهذا التطور ولا إيه بالضبط وإيه الموضوع والله هي منطقة عرب الحسن وعرب الطويلة العربين طبعا تحديدا يعني المنطقتين دول فعلا محتاجين شغل قوي جدا 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 والشغل القوي يتمثل في الجزئية المرئية بالعين ألا وهي يا سيد أحمد أن جزء كبير قوي من عرب الطويلة وعرب الحسن لم يحظوا بكم من الأسفلت أو من الطوب البلوك يعني المنطقة تعتبر محتاجة فعلا عناية قوية جدا جدا المنطقتين عرب الحسن وعرب الطويلة وعزبة عاطف وعزبة شوئي نعم كنت أنا في يوم اللي يام تواصلت مع أحد السكان من عزبة عاطف كان فيه مشكلة كبيرة جدا في عزبة عاطف وكانت فيها الصرف الصحي كان يعني الدنيا شوية مش متزبطة فيه تواصلنا مع أهل المنطقة وكان برضو من خلال برنامج تلفزيوني وتمت تم لقاء مع السيد رئيس الحي ونائب رئيس الحي كان الأستاذ ماجد عبدالله وفعلا المشكلة بالفعل تحلت ولكن أرجع وأقول أن عرب الحسن وعرب الطويلة محتاجة شغل قوي جدا 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 من رصف الإقنارة لصرف صحي يعني تعتبر البنية التحتية محتاجة عناية كبيرة جدا وإن شاء الله بإذن الله طبعا نتمنى أنا يعني بتمنى من ربنا عز وجل أن يكون فيه تواصل مع السادة المسؤولين برضو هقول جزئية تانية المطرية طب قبل الجزئية تانية تفضل معنا على التليفون من بدري أسامة السلام عليكم أسامة أسامة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بداية يا أستاذ أحمد أنا أشكرك وبقدم تحنية وإجلال لمعالي رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي نعم على تعبه على مستوى جمهورية مصر العربية نعم وأحنا إحنا لقبنا الأستاذ سيد بنائب الغلابة نعم وفي نائب لي تاني كمان ها فهو الأستاذ سيد أب لأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وأنا بحييه بقول له ربنا عينك والنجاح والتوفية أستاذ سيد وإحنا كلنا في ظهرك والمطرية في ظهرك وكل الناس بتحبك خدمتك سبقاك سبقاك والله العظيم في المطرية نعم من قلبي دي والله نعم والتوفيق والنجاح شكرا ليك أستاذ أسامة شكرا ليك أستاذ أسامة طبعا أستاذ أسامة أثار مسألة جميلة جداً وهي إنجازات معالي رئيس الجمهورية طبعا واضحة جداً فيه على مستوى القاهرة وعلى مستوى المدن والمحافظات لكن يمكن حي المطرية حسوها أكتر في المحور اللي تم عمله والمسائل اللي بتتم دلوقتي وطبعا هناك أيضاً بيتم عمل ميدان الحرية وطبعا هنا بنذكر أو بنتذكر معالي اللواء رئيس الحياة المطرية اللواء سامي حبيب صاح سامي لبيب الأول طبعا هرجع للجزئة التانية واللي أنا كنت عايز أتكلم فيها شوية باستفادة نعم تمام ودي احنا كنا نوهنا عنها في الحلقة السابقة أني بالقيادة الحكيمة بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نعم مش في المطرية بس لا يعني مش في المطرية بس تعتبر جمهورية مصر العربية فعلاً تحت رعاية جميلة جداً وقوية نعم واحنا حاجات احنا ما شفناهاش لو هنخص بالذكر المطرية لا أنا يعني كنت النهاردة بتجول من مكان لمكان أنا شفت كباري جديدة فعلاً بجد ما حد تشافها قبل كده ولكن هرجع هخص بالذكر حي المطرية حي المطرية أنا كنت اتكلمت قبل كده وقلت ان فيه كمية كباري رهيبة اتعاملت فيه جداً جداً بالقيادة طبعاً السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادة والحكومة والنظام الهيئة لهاندسية القوات المسلحة نعم ويعقب ذلك لواء خالد عبد العال محافظة القاهرة ويعقب ذلك المهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ واللواء حسام لبيب رئيس حي المطرية سيد احمد احنا فعلاً المطرية بقت على الساحة المطرية بقت شكلها جميل جداً جداً كمية شوارع جميلة كمية كباري محترمة واسعة جداً الطرق اتفتحت الناس بتقدر تتحرك بسرعة وان شاء الله في رمضان احنا كنا بنعاني من مشكلة كبيرة جداً في الناس ويانا رايحة مراوحة لبيتها في رمضان كان ممكن يرجع بعد المغرب أو قرب العيشة وده كان طبعاً صعب جداً طبعاً بالزبط يعني كان فيه صعوبة جداً نعم ولكن هارجع برضو وهخص بالذكر بجزئية العربين عرب الحسن وعرب الطويلة زي ما احنا قولنا محتاجين رعاية كاملة وكافية جداً جداً نعم ويمكن الناس أثارتوا الجزئية دي نقعدت مع ناس كتير وكان أقربها إن أنا كنت قاعدة مبارح مع مجموعة من أهل عرب الحسن نعم وعرب الطويلة وعزبة عاطف وعزبة شوئي أظن معنا صور مخرجنا الجميل لددوة تقريباً ماشي طيب برضو طبعاً زي ما قلت لحرضك إحنا برضو عندنا أرض المزرعة ودي مشهورة جداً في المطرية هي قرابة 54 فدان نعم وشرفنا بالقاء السيد الرئيس يعني وشرفنا بالقيادات السياسية إن هي بدأت تتعامل مع المطرية اللي ما كانتش موجودة على الساحة ويمكن كان أيام سيادة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب كان برضو شرف المطرية وكان تم التنويه عن بعض الأعمال اللي هتتم في قلب أرض المزرعة ودي كانت من ضمن مطالب الناس الفقيرة اللي بجد محتاجة عناية وعين العطف من قيادات الدولة وعلى رأسهم طبعاً السيد الرئيس عفتح السيسي إن أرض المزرعة هي أرض واسعة جداً فكنا بنتمنى من الله عز وجل إقامة بعض المنشآت إحنا محتاجين مجمع طبي ودوان كان نوع عنه السيد الرئيس مجلس الرئيس مجلس الوزراء الوزراء المهندس إبراهيم محلب وإقامة مجمع طبي طبعاً وقلنا مجمع شرطة يحتوي طبعاً محتوياته والمطارية بتعاني من مشكلة كبيرة إن ما عندهاش نقطة مطافي وده يعتبر كان من ضمن البرنامج أو البرامج اللي أنا إن شاء الله بإذن الله محضرها وعرضها على السادة المسؤولين تمام لأن عندنا منطقة الزتون فيها منطقة مطافي أو مجمع مطافي المطارية اللي قدر الله أحصل فيها أي حاجة العربية هتعاني من دخولها للمطارية المطارية محتاجة النظر بعين العطف في فلطرة حياتها اللي كانت تعتبر تحت الأرض علشان خاطر تطلع تاني فوق الأرض أهل المطارية ناس طيبين جدا جدا نعم وبيطمحوا إن فعلا نظرة السيد الرئيسة عفتاح السيسي تتواصل لجوه البيوت نعم وجوه المناطق الداخلية نعم عندهم أمل كبير قوي 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 إن إحنا نكون أحسن المناطق أنا جنبي منطقة مصر الجديدة لو حردك توجهت المصر الجديدة ورجعت المطارية هتلاقي في فرق كبير قوي ما بين المنطقتين المنطقة بتاعتنا محتاجة شوية عناية محتاجة شغل زي ما احنا قولنا أرض المزرعة أرض كبيرة جدا وبنتمنى طبعا وبنوصل صوتنا للسيد الرئيسة عفتاح السيسي إن يعني نتمنى إن يكون يتم فيها إقامة بعض المنشآت الخدمية اللي تعود على المنطقة بحل مشاكلها من جزئية برضو المدارس ما عندناش مدارس صناعية أو فنية كتيرة والنهاردة المفروض إن إحنا عايزين عندنا شباب كتير بيتجهوا لاتجاه المهني فالنهاردة لو في مدرسة واثنين وثلاثة مدرسة صناعي واثنين وثلاثة أو صناعي عفواً واثنين وثلاثة أو مدرسة تجاري اثنين وثلاثة من الناس اللي هم الطلبة اللي ما حلفهمش الحظ إن هو يجيب مجموع كبير عشان خاطر يخش كليات معينة أنا أقدر من خلال البرنامج إن أنا أوجه صوتي للسادة المسؤولين إن المطارية عطشانة على بعض الخدمات اللي هتخلي الناس تستريح برضو مجمع جوازات يخص المطارية دايماً إحنا عندنا الأمارية لها اختصاصاتها والزاتون لها اختصاصاتها المطارية شوية محتاجة بعض الخدمات وعن الرقفة من القيادة السياسية ومن السادة المسؤولين يعني حضرتك عايز تقولي إن حي المطارية يتمنى أن يتساوي مثلاً بحي الأمارية بالضبط أو حي الزتون باعتبار أن في حي الأمارية طبعاً هناك المجمع اللي هو الخاص بالداخلية اللي فيه الجوازات واللي فيه السجل البدني بالضبط وفيه المرور فتتمنى إن المطارية تكون لها مثل هذه المجمعات بالضبط ده على اعتبار إن حي المطارية استقل بنفسه كحي عن حي شرق في عام 1991 ونظراً لي عدد السكان كبير في هذه المنطقة بالإضافة إلى المساحة الشاسعة والمترامية في هذه المنطقة وطبعاً هناك من المعالم الأثرية والمعالم المتقدمة هناك طبعاً أشهر المعالم اللي هو السياحية اللي هو مسالة سنوسيرت أو مسالة المطارية المعروفة ودي بتعود لي مدينة أون أو هليوبلس باليونانينية وطبعاً دي أصلاً يعتبر في الألفية التانية قبل الميلاد يعني مسألة تاريخ عظيم جداً هناك متحف أون أيضاً ومتحف سنوسيرت هناك أيضاً معلم ديني الوحيد على مستوى العالم وهو شجرة مريم شجرة مريم ومصار العائلة المقدسة طبعاً ده شيء تفخر به مصر أن العزراء مريم جاءت بالمسيح عليه السلام وجاءت الأسرة الأسرة كلها مصار الأسرة المقدسة سيدنا يوسف النجار برضو وأنه هما وطنوا في هذه المنطقة وانتقلوا بعدها إلى مصر القديمة ثم إلى أسيوت طبعاً هناك تاريخ طيب وحافظ بهذه مسألة ولذلك المطارية لها معالم ودلوقتي بيتم تقريباً عمل ممشا هيتم عمل ممشا بالضبط بيتم عمل ممشا في شرع المطراوي نعم شرع المطراوي دون هو اللي بيحتوي شجرة مريم نعم ومصار العائلة المقدسة وطبعاً برضو برجع وأقول أن قبل المطراوي شرع الحرية ده تم تنصيق فيه غير عادي زي ما احنا قلنا مجموعة كباري جوه شرع الحرية ودي ما حصلتش قبل كده احنا كان عندنا كبرى حلمية وانا اتكلمت عنه نعم في الحلقة السابقة شرع المطراوي النهاردة بيتم فيه بنية تحتية غير عادية وفيه موقف برضو في مصطرد ده موقف يعني يعتبر موقف خرافي جداً المطرية شافت حاجات ما كانتش تحلم بيها نعم ولكن نطمع في الكثير والكثير يعني نطمع بجد المطرية تخش ضمن الساحة المرموقة وفيه يا حضرتك برضو طريق النهاردة بيتم من عند مدان من عند عمارة اسمها عمارة رانين أو مدان الحرية ده طريق كبير جداً جداً هينتهي عند عين شمس وحالياً دلوقتي برضو الحي والقيادات المسؤولة شغالة فيه بقيادة لواء حسام لبيب ويمهد هذا الطريق ليوسع مدى غير عادي لعرقالة المرور في هذه المنطقة إذن كل التحية لمعالي اللواء حسام لبيب برئيس حي المطرية على الانجازات التي تتم في هذه الفترة الحرجة والفترة الوجيزة مواكبة لما يتم من تطور ملموس وملحوظ وإنجازات تتم في هذه الفترة على مستوى مصر كلها ولكن احنا الحديث بصدد حي المطرية باعتبار أن الأستاذ سيد يوسف ضيف اللقاء هو مرشح لعضوية مجلس النواب 2020 عن دائرة المطرية ولذلك الكلام يخص أهل المطرية تحديداً ولذلك بنقول النهاردة الحلقة بعنوان المطرية عايزة إيه؟ هناك ملف التعليم وهناك ملف الصحة وهناك بعض الظاهر السلبية الموجودة في الشارع المطرية وهناك بعض المشاهد اللي مش كويس هنناقش معك برضو هنقول مثلاً هل هناك في برنامجك الانتخابي شيء يتعلق ب ملف التعليم النهاردة معالي الوزير دكتور شاوي طبعاً في حاجات كتير بتتمو وتوفيبا هناك النهاردة قالوا أنها هيتم عمل دروس أو مجموعات داخل المدارس بأسعار معينة تقريباً بـ 25 جنيه أو 20 جنيه حاجة زي كده وفي بعض الناس بتقولوا والله أنا عندي 3-4 عيال وفي 6 مواد لو ضربت 3 أولاد في 6 مواد بـ 18 مادة في 25 جنيه مش عارف بكام تقول إيه مثلاً حولها هذا الملف هو طبعاً في بداية حديثي أنا قلت أن سؤلت كتير في كذا مجال أو كذا ندوة البرنامج بتاعك إيه أنا قلت المطارية عايزة برامج مش برنامج واحد نعم لو هنخص بالذكر ملف التربية والتعليم طبعاً بخيارة الدكتور شوقي وزير التربية والتعليم النهاردة كانت فيه فكرة جميلة جداً علشان خاطر طبعاً فيروس كورونا اللي هو يعني يعني أثر على العالم بأكمله نعم تمام الفكرة كانت أن اليومين اللي هم يحضروا فيهم الطلبة دي فكرة جميلة جداً جداً ودي هتحد من جزئية انتشار انتشار المرض وبرضو الفكرة ذات نفسها قوية جداً في أن النهاردة أنا المجموعات المدرسية هتبقى أقوى من جزئية السناتر أو اللي هي المراكز التعليمية نعم لأن بيتم تجمعات رهيبة جداً جداً فممكن ينتقل الفيروس لأولادنا من طالب لطالب فالنهاردة فكرة اليومين في قلب المدرسة شيء جميل فكرة المجموعة المدرسية تمام؟ ان هي برضو تكون تتم من داخل المدرسة والمجموعة المدرسية على حد علمي ان هي بتخفض من مكان لمكان على حسب مجلس الأباء لما بيقدم مذاكر الإدارة التعليمية ان فيه ظروف ما لبعض الطلبة ما بتقدرش ان هي تدفع المبلغ بالكامل فطبعاً دو بيجعل جزئية لمصار للناس اللي هي تعتبر الحالة المادية عندها غير ميسرة أو غير ميسورة ان هو يقدر ان هو يدي المجموعة لابنه في قلب المدرسة وفي نفس الوقت الجزئية بتاعت حد من المرض دي اللي احنا عايزينها احنا مش عايزين المرض ينتشر نعم يعني المرض عشان ينتشر بياخد ولا عزب الله ناس كتير جداً يعني فنتمنى ان تكون الناحية الصحية بخيادة جميلة من وزارة التربية والتعليم في أفكار بناءة زي كده نتمنى ان هي تكون طبعاً يعني احنا ندعمها ونقف جنبها ونحاول نتواصل معها ونطبقها بشكل واضح يعني انت عايز توصي الناس بانها فكرة ان عمل المجموعة المدرسية داخل المدرسة هي فيها احترازية كويسة لأولادهم بالظبط فده أفضل بالظبط من انه هو يروح السنتر ويتبقى بنفس التكلفة وفي نفس الوقت بيكون أعداد كبيرة وفي نفس الوقت ممكن يكون يتعرض للإصابات بالظبط وده المكان الآمن باعتبار انها مؤسسة تعليمية بيها احترازات وقائية والكلام ده كله المراكز دوست أحمد مش هتراعي جزئيات الخطوات الاحترازية نعم يعني انا لما أولادي دخلوا المدرسة لقيت كل المدرسة بالكامل بمدرها ايمين على جزئية ان الولد لازم يكون معاك ماما تباعد ما بين الطالب والطالب الكلام ده هون مش هتوفر في المراكز نعم الكلام ده هون صعب جدا لان خلاص هيبتبقى ناحية تجارية من الدرجة الاولى ولكن النهاردة بخيادة حكيمة لوزارة التربية والتعليم التباعد وارتداء القمامة وما الى اخره من المدرسين اللي هيقوموا على الاولاد بالحرص عليهم الشديد فطبعا هيبقى جوه المدرسة اقوى بكتير وانقى وافضل يعني تمام يعني اذا يعتبر دي دعوة برضو بيقولاء الاساس سيد من خلال هذا اللقاء بانه ان احنا نقبل الوضع الجميل المعمول دلوقتي بالنسبة لي تلقي الدروس او المجموعات داخل اطار المدرسة وده شيء امن وحل امن لنا كلنا ولولادنا علشان انه في بعض السناتر او المراكز اللي هي خارج اطار المدرسة بتكون بتكون طبعا العادات كبيرة وطبعا وليست هناك اجراءات احترازية او وقاية فعشان كده طيب ده كويس جدا يعني بس لكن بعض الناس ما زلنا بقولنا كانت تتمنى تكون المجموع اقل من كده في السعر زي ما قلت اخوضك انا يعتبر نائب رئيس مجلس اباء المدرسة بتاعت اولادي ومتواصل دايما دايما ان احنا بنيجي عند جزئية المجموعة لو هي عالية شوية في السعر او شيء ده في ايتام في ايتام بيروع على الحالات الخاصة حالات خاصة بيروع على الحالات الخاصة او بيتم تقديم مذكرة بخير ورئيس مجلس الاباء تمام لمدير الادارة التعليمية التابعة المنطقة وبيتم على طول يعني حل المشكلة لان فيه طبعا حالات كتيرة ايتام وفيه حالات زيو احتاجات خاصة فطبعا فيه عين الرقفة اذا تقصد ان مجلس الامناء المدرسة يقوم على هذه العملية مع الادارة التعليمية داخل المدرسة باعتبار ان هم اللي شايفين ونمسين حالة الطلاب والتلاميذ اوليالهم احنا عندناك بشوف رسمية في قلب المدرسة بنبين الطالب دول ان كانت حالته المادية كذا او كذا او كذا وبيراع هذا من قبل وزارة التربية والتعليم نعم وعلن دي حقيقة تمام مازلنا معكم مشاهديا الكرام لتابع في برنامجنا تحت القبة واللقاء مع الاستاذ سيد السيد يوسف هاشم الشهير بالسيد يوسف المرشح لي عضوية مجلس النواب لعام 2020 والحديث حول منطقة المطارية باعتبار انها مرشح عن دائرة المطارية وعنوان الحرقة بتقول المطارية عايزة ايه ومن خلال كلمة المطارية عايزة ايه او هذا العنوان بقول لحضرتك البنية التحتية البنية التحتية هناك الكثير من المناطق اللي لسه محتاجة لبنية تحتية في رصف الشوارع في الانارة في وسائل الامن والامان ويمكن انت ذكرت قلت ان هناك بعض المناطق مثل عرب الحسن وعرب الطويل ولكن نذكر او نخص بالذكر بانه معالي النائب محمود الطويل خدم بشكل جيد عرب الطويل لما كان نائب عن هذه الفترة ونتذكر ايضا الحج عبد المخليف تقريبا تماما مظبوط كده ومن بعده ابنه تقريبا محمود عبد المخليف السادة النواب دول برضو خدموا على الظبط عرب الحسن تقريب واناك مراتق بقى زي عزبة عاطفة شوئي ايوه هو طبعا يعني في نواب كتيرة كمان خدمة المطرية نعم طبعا انا بتكلم عن العربين لكن ما تكلمتش طبعا انك طبعا انا استضفت هنا منتذب بعيد معالي النائب ميمي العمدة كان عضو مجل الشعب عن فترة وكان استضفت ايضا معالي النائب محمد عبد السميع عضو مجل الشورى وفي الحقيقة كنت شرفت باستضفتهم لكن انا بتكلم عن العربين ده اللي نقصدت تمام معالي العربين حردك نتكلم ان فعلا زي ما احنا قلنا وسته احمد ان العربين محتاجة كمية رصف رهيبة محتاجة كمية كشفات محتاجة تمهيد للطرق نعم فيه طرق كتير جوه العرب يعني فعلا انا كنت موجود مبارح معهم وكان فيه ندوة تمام فيه مناطق كتير جدا محتاجة فعلا ان هي تموهد الطريق يموهد وانهارة لان فيه بعض المناطق مظلمة البنية التحتية من ناحية الصرف الصحي برضو هتوقف عند الصرف الصحي والبنية التحتية وناخد اسلام السلام عليكم اسلام عليكم اهلا بك يا اسلام اتفضل اهلا بك اهلا بك اهلا بمساعدة انا حضرتك بسي موضوع انا بكلم فيه وموضوع عاد نعم مش قدت مثلا بمصات المطارية نعم وحضرتك بسماعيات بكلمة شغالة في الورش والمصانع الصغيرة اللي ملاش ورا وفي نفس الوقت صاحب المصنع انا واحد هو صاحب المصنع لما بيقفل يقول الصناعة يتفلها الله نعم ما فيش اي حاجة تروبط الصناعة بالمكان نعم ويوم ما ييجي بتاع ضريبة لحاجة ياخد العسامي فصاحب المصنع بيقفله من بره ياخد الوراء ويصعها وبطيش طبيه لأي حاجة كلام بها تمام شكرا لحضرتك الرسالة وصلت أستاذ إسلام يمكن الموضوع خارج شوية عن موضوعنا لكن خليني ارد على حضرتك بانه الدولة الان تسعى بشكل جيد جدا لتقنين الاوضاع وتقنين الامور بشكل جيد ولكن طبعا لن تتم تقنين كل الامور في وقت واحد يعني هناك ملفات المصالحات المتعلقة بمخالفات المباني هناك ملفات البنية التحتية التي تتم في شوارع القاهرة والجيزة وكل محافظات مصر وهناك الكثير من الإنجازات اللي الناس كلها شايفاها وفي إنجازات أكبر من كده بكتير طبعا الحديث لا يتسع لها لكن احنا بنقول ان بيتم فعلا تداركوا الامور وتقنين الأوضاع هذا جانب الجانب الآخر كانت برضو الدولة في الفترة الماضية عملت لبعض الناس اللي هم عمالي اليومية اللي بيكونش عندهم دخل كانت خصط لهم مبلغ 500 جنيه بيتقضوا بشكل معين وناس كتير جدا سعرت بهذه المسألة فطبعا بنضم صوتنا وصوتك انه طبعا انه اي انسان من حقه النهاردة التأمين انه هو يكون عام على نفسه مشتغل والكلام ده كله ولكن طبعا هناك من يتابعنا من المسؤولين إن شاء الله ويتحرى مثل هذه المسائل ويتابع مثل هذه التقنين هنعود مرة أخرى لموضوعنا مع الأستاذ سيد كنا بنتكلم عن توقفنا عند مسألة البنية التحتية والصرف الصحي اتفضل حضرتك في مناطق كتير بصد أحمد في المطرية فعلا محتاجة عملية قوية في ناحية الصرف الصحي يعني أنا أذكر في ندوة يعني كان الأخ مجد جلال الاعداد بيقول يعني مجد جلال ده بيقولك عرب الحسن كويسين وحد خدمهم وعرب الطويل كويسين حتى خدمهم طيب عزبة عاطف تعمل ده بالزبط ما هو كان مصارح حدثنا عن عزبة شوق وعزبة عاطف والعربين عامة تحديدا فعلا محتاجين رؤية عينية في ناحية الخدمات في ناحية الصرف الصحي المدارس برضو الفنية زي ما قلت ساعدتك مش كتيرة المجمع الطبي هنحتاجه إن شاء الله بإذن الله يعني يكون فيه مجمع طبي مستقل بحي المطارية هو فيه مستشفى النور المحمدي ودي مجمع طبي كبير جدا في مدار المطارية بتخدم حي المطارية تقصد مجمع طبي بقى يخدم اللاس اللي هي أبعد من هذه المنطقة بالزبط أكم المطارية رهيبة يوز أحمد يعني المطارية يعني كبيرة مش صغيرة عدد سكانها كتير جدا جدا فبناء عليه المفروض إن يكون إحنا عندنا كمية خدمات بدل من نطلع برة ناحية الأمارية أو الزتون إحنا عايزين نستقلب ذاتنا في كزئية الخدمات المجمع الطبي وحدة مطافي المدارس زي ما احنا قلنا المدارس الصناعية المدارس العامة ذات نفسها بقى فيها بعض المشاكل ألا وهي بعض المباني بتقوم من جوه عايزين مثلا إيه مبنى عندنا مساحة كبيرة فبرضو مخاطبة الهيئة الأبنية التعليمية في النهاية تتواصل معانا لأن كمية الطلبة كبار جدا يعني أنا مدرسة أولادي اللي أنا فيها اللي هي فيها أولادي قرابة 1900 وكسور طالب وطالب نعم الكم كسيف ورهيب جدا نعم دولة دي مش مدرسة آه يعني يعني الكم رهيب جدا ده حيب حال المسئولية أكبر حيب حال المسئولية أكبر زي ما قلت ساعدتك احنا عندنا موارد طبيعية وعندنا موارد بشرية الموارد الطبيعية اللي هي موجودة انت عندك أبنائك في سنة كام وكام أنا عندي أنا كنت قلت في الحلقة اللي فاتت ان عندي يوسف أولى جامعة أولى أولى كلية عيون آآ عين شمس جامعة عين شمس وعندي مريم أولى سنة وعام بسم الله وعندي عبد الرحمن ده يعني خمسة ابتداية ده آخر العنقود يعني ده بقى اللي هو في قصة 1900 طالب آه ده هما كلهم طالعين من نفس المدرسة من مدرسة واحدة نعم فأرجع برضه أقول لحضرتك أن فعلا المطارية محتاجة شوية محتاجة شوية رعاية محتاجة النظرة من المسؤولين الناس متعطشة قوي على بعض الخدمات التي تحيط المطارية بخدمتها زي الأمارية وزي الزتون الأمارية فيها حاجة خصها اللي هي السجل المدني هو يخصنا احنا برضو ولكن احنا عايزين شوية الناس ما تبذلش قصارة جهدها عشان توصل للمكان يبقى في نفس المكان وعندنا أراضي كتير على فكرة فاضية ممكن إن شاء الله الدولة بإذن الله تنظلها بنظرة قوية فيه أرض اسمها أرض بيسة أرض المزرعة دي 54 فدان تمام أما يقام عليها بعض المشاريع اللي تخص أبناء المطارية هتفرق كتير قوي نعم دي الموارد طبعا الموارد البشرية طبعا عندنا بسم الله ومشاء الله شباب كتيرة محتاجة أن هي يكون فيه نظرة العين والعطف من ناحية البطالة البطالة عندنا قوية جدا عايزية دي المنطقة اللي كان زارها معالي رئيس مجلس الوزراء الأسبق المؤنس إبراهيم محلي بوكان أوسط بعدد من المشروعات تم داخل هذه المنطقة طب إيه اللي عطل هذه المسألة يعني لو أنت متابع حضرتك والله اللي معطل هذه المسألة أو إيه اللي عطلها هي مش معطلة هي بلقت دلوقتي بالطريق اللي هو إن شاء الله بإذن الله اللي هو يتم من ميدان الحرية دي يعتبر كده اقتص جزء من أرض المزرعة نعم ودوا يعتبر من أكبر الصروح اللي بتعمل حاليا نعم بجانب الصرح اللي اتعامل من ميدان المطارية لمسطرد هو ده نفي نشاط ملحوظ طبعا جدا فطرية المطارية من رئاسة الحية حاليا المطارية بالقيادة السياسية نعم بخيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقت على الساحة نعم إحنا ما كناش شايفين الكلام ده تمام إحنا النهاردة شفنا نقل سوق الخميس كان عامل عائق رهيب جدا زي أنا قلت الحراتك برضو في الحلقة اللي فاتت نعم كان يعوق طريق شارع الحرية نعم نهاردة شارع الحرية حوالي 70 متر فاضي العربات بتجري فيه ويمكن برضو إشارة بس بعض الناس بتقول إنه 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 كان في حدود المباني لكن هما الباع الجائلين اللي كان عميهم مشكلة الباع الجائلين يا فندم طيب ماشي ما هو حرات دلوقتي المشكلة كلها إنه إنه النهاردة كل باع كان جوه السوق ممكن يخرج بره السوق نعم تمام وطبعا دوان في حد ذاته وبيجي من بره فكان بيعوق الطريق النهاردة الطريق بقى فاطي نعم الكبارزة نفسها بقت متواصلة لبعضها حالك تطلع على بانها الطريق بانها الحر بسرعة تنزل على مصر الجديدة برضو بسهولة نعم ويسر نعم تمام طيب برضو ما زلنا بنقول المطرية عايزة إيه هناك أيضا بعض الظواهر الأهالي بيشتكوا منها ودي زاهرة عامة يعني مش يعني أو زاهرة في مناطق كثيرة متعددة اللي هو بعض الشباب اللي هو النهاردة بيلجأ إلى ما يسمى بالستروكس والمخدرات والحاجات اللي زي كده طبعا الداخلية بتسعى بكل جهداء أنها تقضي على هذه الظواهر لكن هناك أيضا أيضا بعض الأماكن اللي هي بتكون مدارية بتكون بعض الشباب في هذه المناطق هل هناك من صبل أو حلول حاول هذه المسألة باعتبار أن الجيل اللي طالع ما يشوفش ده قدام عينيه فبالتالي ممكن يطلع جيل مدمر وفي المناطق العشوائية بيحدث مثل هذا تفضل بالنسبة الجزئية اللي حراتك بتكلم عليها جزئية المخدرات وما شبه ذلك من أنواع المخدرات طبعا دي مصيبة كبيرة جدا جدا يعني احنا نتمنى نغمض علينا ونفتحها من لقاش موجودة فعلا زي ما حراتك قلت الشباب للأسف الشديد بيتاجر متاجرة رهيبة في هذا الموضوع البعض طبعا مش بالشباب يعني البعض من الشباب اللي هو بيبقى اللي هو السلوء سلوء غير سوي نتكلم على أصحاب الأنشطة أصحاب الأنشطة دي وده كان من ضمن برضو هل السؤال هل لما يكون حد بيرشح نفسه مجرد الشعب بيحط مثل هذه الأمور في اهتماماته يعني هو مثلا يتعاون مع الداخلية أنه هو يتعاون مع الجهات المسؤولة بأنها تطارد مثل هذه المسألة وتقضي عليه الزهار من ضمن البرنامج حراتك اللي أنا برضو يعني اعتبر سرده في جزئياتي أنا مناشة المخدرات أو جزئية تعاطي المخدرات دون هيتم بالتنصيق مع وزارة الداخلية طبعا السادق قائد مسؤولي مسؤولي الداخلية اللي هو مسؤولين الداخلية نعم لأنهما يتوانوا بيسعوا لكن المتسع كبير المتسع كبير وعايز يتقضي عليه يعني هو شوية هما بيتوغلوا بطريقة رهيبة نعم فطبعا الشباب اللي طالع أو الأطفال اللي طالع هتتمثل بفلان وفلان فبيسمع الكلام أنا عايز أعمل كذا أنا كده بضب مرجيل بالكامل نعم وزارة الداخلية أنا راجل شغال في مسبيره فعلا في تقارير كل يوم لبعض الحاجات اللي بتعملها وزارة الداخلية مفيش تهاون في جوزيات جتلة جدا أبضى على بلطجية على مش عارف على كذا على كذا ولكن برضو أنا من خلال مكاني دوا أنا بناشد فعلا وزارة الداخلية إن هما برضو إن شاء الله بإذن الله يعني أكتر وأكتر عشان خاطر نحاول نقضي على ظهورة المخدرات اللي بدأت تدمر شبابنا لو بنتكلم عن حي المطارية باعتبار أن ده الحديث بصالة حي المطارية وهناك قسم المطارية الموجود في شرع المطاروي مازال موجود في شرع المطاروي طيب أعتقد أن قسم المطارية محتاج أكتر من نقطة شرطة في أماكن متعددة في الأحياء المطارية حيث أن تبقى على تواصل مع القسم باعتبار أن يبقى فيه شبكة أمنية جيدة هل دي مسألة هقول لحرطك أنا واحد من الناس بتجاوض في شرع المطارية طبعا لأن أنا سكن هناك بتفاجأ أن فعلا عربيات من الداخلية من السادة ضباط الداخلية من اسم المطارية مرة واحدة يروح نازل من العربية فعلا يشتبه في أي حد نعم ويبدأ يفتش وفعلا بيطلع بعض الناس معهم طبعا وما لهم طريقتهم بيعرفتهم وأنا ببقى أسعد الناس ببقى مبسوط بقول الحمد لله رب العالمين نعم أن فعلا يعني أنا بحييهم طبعا على مجوداتهم الجميلة وبحييهم أن فعلا فيه تواصل يعني عربية الدورية الرجبة اللي هي يمكن أنا معرفش المصطلح صح ولا غلط لكن أنت اتفق معي أنه يتم إنشاء نقاط شرطة تابعة للقسم اتفق مع حضرتك طبعا متعددة نحسي أنه يبقى فيه توازن أمني آه طبعا متفق مع حضرتك جدا جدا لأنه طبعا لو تم وصول نقاط معينة في بعض الأماكن اللي هي تكاد تكون مخفية عن العين شوية أعتقد هتحد من الموضوع وهيحاسب المضرر في هذا الأمر أو المتضرر في هذا الأمر أو اللي بيدرر للناس عمتا أنه هو هيبقى عبرة لما يعتبر نعم لو فيه تواصل فعلا وبعض نقاط خاصة بالسادة وزارة الداخلية طبعا هيبقى الشيء جميل جدا هناك منطقة عرب الحسن وعرب الطويل وهي رقعة كبيرة جدا 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 وعدد سكان كبير وعائلات كتيرة هل هناك نقاط شرطة في هذه الأماكن أنا قلت أحضرك النقاط أنه فعلا نحن بنشوف عربات متمر متمر لكن ما فيه نقاط أساسية هل تحتاج إلى نقاط شرطة هل تحتاج مثل هذه الأماكن إلى نقاط شرطة هو مجهود طبعا رهيب مجهود رهيب ولكن فعلا نحن محتاجينه لأن لو فيه تجار في الشارع وهو وقب بيبيعه وبيشتري وهو فعلا هي هيحد من الأمر متاعه ويطيبض عليه هيبقى عبرة لمن يعتبر تمام طيب الحديث موصول حول موضوع مجلس النواب والحديث مع الأستاذ السيد السيد يوسف الشهيد بالسيد يوسف المرشح لعضوية مجلس النواب لعام 2020 عن دائرة المطارية وإحنا يمكن بنجدد أو بنكرر العنوان الخاص بالحلقة بنقول المطارية عايزة إيه وده المفروض يكون عنوان سائد لكل الأمور المتعلقة بالنواب المرشحين عن كل منطقة المنطقة عايزة إيه يعني إيه المشاكل في المنطقة لأن تختلف المشاكل من منطقة إلى أخر لو انتقلنا من الظاهرة اللي احنا تتكلمنا عنها إلى مسألة إنه وانت قلت إن بعد النهاردة الأميرية فيها بسم الله ما شاء الله مجمع خاص بالداخلية في جوازات وفي وثائق وفي سجل مدني وفي مرور هل برضو انت شايف إنه من الممكن جدا يتم مثل هذه المجمعات الداخل المطارية باعتبار أنها أصبحت حي مستقل النهاردة مثلا لو ست عايزة تروح تطلع مستخرج لشهادة ميلاد أو رجل عجوز عايز يروح يطلع مستخرج لحاجة أو لكذا أو لكذا هل بيعاني على ما بيوصل للأميرية أو للمطارية أو الكلام ده كله هو حضراجه الزاحمة بالنسبة للنقاط اللي حضراجك كلمت عليها إحنا كمطارية بنروح بنقدم هل فيه شهر عقاري في المطارية خاصة المطارية لا ما فيه شهر عقاري في المطارية شهر العقاري يعتبر في حداي قريب من حداية الأوبة لما هو يخص المطارية لكن هل المنطقة مثلا تحتاج لشهر عقاري داخل بالزبط ده اللي احنا بنقوله احنا بنتواصل مع النقاط دي فعلا وبنروح بنقدم ورقنا وبنقدم سجلنا المدني وبنقدم كل حاجة ولكن احنا عايزين برضو يعني ايه نزود الخدمات في المطارية شوية نعم المطارية محتاجة ايه ان هي مش تستقل بذاتها ان هي استقلال لا عددها كبير نعم فزي ما يكون او زي ما كان في الامريا كذا وكذا وكذا واحنا بنروح فعلا بنقدم برضو عشان خاطر يبقى كلمة وصول لا هي الناس طمعانة في ان احنا عندنا اراضينا الواسعة يكون في بعض الخدمات المهمة اللي تخص الصحة اللي تخص التربية والتعليم من انشاء بعض المدارس الفنية زي ما انا نتكلمة واحدة نقطة مطافي مهمة جدا 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 لازم تبقى موجودة في وسطنا على الاقل اللي قدر الله لو حصل حريق او اي حاجة مش هستنى الغاتم العربية تيجي والحريقة ممكن تكون ولعت الدنيا كلها لا لو هي موجودة جوه المطارية تحديدا هيبقى اجمل بكتير واقوى انه هو يعني يحل المشكلة سرعان ما تحل المشكلة ما تاخدش وقت على بل ما تتحل حضرتك قلت محتاجين نقطة مطافي داخل حي المطارية محتاجين مجمع طبي داخل حي المطارية محتاجين مجمع داخلية داخل حي المطارية وحدة شهر عقاري نادي مدرسة فنية صناعية او مدرسة صنوية تجارية او مدرس حرفية هل هناك مساحات تستقط بمثل هذه المشروعات او متوفر هذه المشروعات هل مساحات هناك موجودة ولا مش موجودة باعتبر انك من مطارية او كده حرطك لما نقوهن على الحديث الاول في ارض المزرعة تمام هي مساحة اربعة وخمسين فدان هي واسعة جدا ايه مملوكة لحد مملوكة للدولة يعني انا على حد علمي يعني انا معرفش هي مملوكة لمين بالزبط ممكن تكون لوزارة الاواف يعني الله اعلم ما عنديش خلفية قوية عشان اتكلم فيها لكن عندنا ارض اسمها برضو ارض بيسة دي ان تعتبر قريبة جدا جدا من الكابلات تمام وهي تعتبر اراضي الدولة يعني اراضي الدولة فاهل الدولة محتاجين عليها خدمات برضو فيه مدرس السنوية العامة مش كتيرة نعم يعني احنا عندنا قرابة مدرسة او مدرستين سنوية عامة نعم طبعا احنا عندنا اولادنا بيطلعوا من ابتداء الاعدادي للسنوي فالطبيعي ان يكون فيه مدرسة او اتنين وثلاثة نعم يعني هاتك لازم يعني لازم يكون فيه كم من المدرس يستقبل الاعتبار ان المطارية منطقة جاذبة للسكان وكسيفة السكان جدا كبيرة وكسيفة السكان طيب احنا برضو ايه عشان فيه عندنا اسئلة جات في الاعداد كان فيه تقريبا مخرجنا سيد محمد الكلاني كان فيه فيديو تقريبا من خلال ندوة تم تعملها ان امكان برضو طيب ياريت نجاهزه ونعرضه علشان فيه اسئلة جات من خلال الاعداد في هذه المسألة طيب حول دور المرأة في المطارية يعني وفي العربين يعني هل هناك فكرة لدور المرأة ماذا تقول عن المرأة في هذا الملف والله اقول كثير يعني يعني المرأة في المطارية اي مبدور قوي جدا جدا وتتمثل في الاستاذة سوزان الكاشف هي تعتبر من اعرق واقوى السيدات التي تقوم بالعمل القوي تجاه محو الامية تمام طب نتابع الفيديو ونرجع تاني ماشي نتابع الفيديو وستاذ محمد الكلاني مخرجنا الجميل ثم نعود مرة اخرى وما اسيب حتى فيك يا مطارية غير لما لفها انا باعرف رايح فين الصبح تموين ولا كهربة ولا غاز ولا اي بلا ازرق من اللي بيقابلنا بلا اي ناس انا وصلت ناس بعربي تلات ايام سمعت انه مات ودته مستشفى تلات ايام مساحية لهم مات قلت يعني ان انا كان جنب واحد دلوقتي ميت هو ميت على وجه الارضة 40 يوم ده في حسارات ربنا عز وجل على ما اسمع تمام الموضوع لا اللي يطلع يعمل حاجة يعمل حاجة مش اللي يطلع خمس سنين ما تشفوش غير في حاجتين يخناق ببنه هلتين كبار تقال هو واحد بيحل يا فرح لحد تيل اوي تيل اوي بعد كنو ما بنشوفوش لا اللي يطلع يعمل حاجة اللي يطلع يعمل حاجة الناس ما زمعاش ان هي قدتنا صوتنا ما زمعاش ان هي قدتنا صوتنا ما زمعاش ان هي قدتنا صوتنا وجلت الحلجان خمس سنين معاك انعب كل يوم هتباين كرامة لو عندك ضمير وقطرة الماء تثق بالحجر لا بالعنف ولكن بتواصل السقوط من اجل التواصل مشاهدين عدنا اليكم مرة اخرى لنتابع معكم احداث برنامج تحت القبة وطبعا بنستضيف الاستاذ سيد السيد يوسف الشهير بالسيد يوسف والمرشح لعضوية مجلس النواب عن عام 2020 وعن دائرة المطالية مرة تانية ورحب بك استاذ سيد واضح جدا من الفيديو اللي انا شوفناه انت بتمفعل يعني ليه الانفعال يعني ليه بتنفعل بهذا الشكل الانفعال اصدر احمد ما ينفعش تبقى القيادة السياسية عملنا الشغل الجبيل ده كله واحنا نريح المثل بيقول ايد مع ايد بتساعد كلنا لازم نتكاتف ونشتغل ونعمل كلنا لازم نعمل كل واحد يعمل اللي عليه عايز تقصد عايز تقصد ان اذا كان هداك عضو مجلس شعب او عضو مجلس نواب لا يعمل بشكل جيد تجاه دائرة اهله من الممكن جدا ان يسيء للنظام العام او يدي صورة سلبية للنظام العام وهو اللي مؤثر بالضبط حكاية ايد بايد بالضبط فندم يعني انا النهاردة ما ينفعش حالك يبقى فيه انجازات قوية جدا جدا في الدولة ومعلش النهاردة مجلس النواب دو يعتبر عليه عاطق مهم جدا يسن التشريع ويحل او يحل بعض الخدمات فالنهاردة عشان خاطر انا الناس قدمتلي صوتها او قدتني صوتها انا لازم اكون جدير بذلك ما ينفعش او انا يعني السوء صوري مش موجود عالساحة المفروض ان انا النهاردة اشوف اللي ورايا ايه واعمله يعني انا حتى الفيديو انا شوية انفعالت فيه انفعالت من دقتي ان فيه ناس كتيرة بتدلها يعني ناس بتدلها صوتها وفي الاخر ما بتلاقيهاش يعني حتى انا ذات نفسي هجمت يعني يا تارا انت هتعمل ولا مش هتعمل انا اول مرة رشح نفسي ما يمكن لما حددك تصل لكرسي برضو تهمل الناس والله انا اقصمت على نفسي وانا عايز اقول مصر ولدها بيقولوا كرسي بيغير يا استاذ والله انا يعني ان شاء الله اتمنى ان انا مكنش من ضمن الناس اللي غيرت الكرسي اغيرها الكرسي لان فيه ناس كتير افاضل احنا عندنا في المطرية نواب كسرين مشهورين ومعروفين بالاسم وماتوا توفوا الى رحمة الله تعالى سيادة النائب سعد امين تمام سيادة النائب محمد رشوان في المطرية سيادة النائب رحمة الله عليهم جميعا اه رضا منطوي ليه الكرسي مغيرش الناس دي هي الناس دي مكنتش بني ادمين الناس دي كانت بني ادمين زي اي حد بيتقدم اعتقد لو الكرسي غيرهم كانوا تغير الناس دي يا استاذ احمد ميتة بقالها سنين وهي اعلام محفورة على عمدان حي المطرية موجودين قلبا وقلبا معنى هما بقوا مرفات هما انطقوا للرحمة الله تعالى ولكن هما موجودين في قلوبنا لان بصمتهم وخدمتهم كانت قوية وكانت ملموسة وكنا احنا بنشوفها نعم رحمة الله على المهندس رضا منطوي طبعا كان احد النواب فترة كبيرة عن دائرة المطرية وجميع اهل المطرية تشهد له بكل شيء وطبعا الناس تحبوا حبه حقيقي رحمة الله عليه وعلى سعد امين برضو نعم سعد امين كان نائب حضرتك سعد امين نعم وكان الاستاذ محمد رشوان نفس القصة برضو نواب مغيرهمش الكرسي خالص تمام تمام طيب طيب احنا كنا بس عشان ما نهملش اي نقطة كنت قبل الفيديو تتكلم عن دور المرأة اتفضل كامل الاستاذة سوزاني الكاشف عندنا مربية فضيلة جدا جدا علمت سيدات كترة جدا جدا جزئية الكتابة ومحول امية ولها باع طويل في حي المطرية والاستاذة امال ابو دونيا مسكة برضو امانت المرأة عندنا وتهتم بكل ما يخص المرأة والمرأة يا سوز احمد عليها عامل قوي جدا 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 في حي المطرية وفي كل مكان مش حي المطرية بس نعم فطبعا فيه تواصل قوي جدا جدا من السيدات اهل المطرية وخارج نطاق المطرية نعم ولا اهمل حقياتهم في الحديث في هذا الحديث المرموك اللي حارتك بتدهوره ساعدك معايا نعم الارملة المرأة المعيلة اه ام الايتام اه هل هناك اه اه وفق معايير معينة اه خطة معينة او برنامج معين يهتم بهذه الفئات من الناس حتى لا تهم الجميع والله اه الدولة يعني بسم الله ما شاء الله اه بقيادة الرئيس عد الفتاح السيسي في الجزئات بتاعة معاش تكافل وكرامة نعم ده شال ناس كتير قوي 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 بسم الله ما شاء الله يمكن كان المبلغ بسيط لكن فرحوا بي نعم واتبسطوا بي جدا نعم ونعشم طبعا في الزيادة للناس ولكن هي الجزئات محلولة يعني احنا عندنا النهاردة مكتب التضامة الاجتماع في المطرية اه يحتوي كثير من الحالات دي من الحالات الأيتام والأرامل والغريمات وأنا تواصلت شخصياً مع الأستاذ سيد عوض كان مدير عام التضامن الاجتماعي في المطارية وهو طلع على المعاش بقاله قرابة شهر ما كنتش بروح له بأي حالة محتاجة أي حاجة إلا لما كان بيلبي النداء في الوقت والتوق فالنهاردة الحمد لله لقى الدولة موفرة وزقيات معينة من ناحية طبعاً أنا برضو بحكم أن أنا شغال في مسبيرو أنا فيه تقارير معينة بالعفو من الرئيس للغريمات والغريمين يعني أنا ذات نفسي وأنا برفع التقارير بأسعد حالاتي لأن ناس كتيرة بيتشل من على عاطقها ديون وإلى خير وطبعاً بقيادة أب كبير بيحل عن هذه الناس وعن ظهورهم المشاكل التي تهممهم وتزيدهم هماً وهمماً وهمماً ففيه تواصل حالتك في جزئات قوية الدنيا أنا تمنى طبعاً في الزيادة كل التحية والتقدير والاحترام لمعالي رئيس الدولة ولي النظام ولي الحكومة ولمساعد دولة في هذه المسائل طبعاً إحنا هنا بتكلم بشكل مباشر وبشكل عادي خالص على اعتبار أنه إحنا بنقول أنه دي برنامج انتخابي أو فكر انتخابي أو حد جاي بيرشح نفسه لعضوية مجلس الشعب هو هيقدم إيه؟ هو هيقول إيه؟ الناس عايزة منه عشان كده أنا كنت بقول اخترت عنوان للحلقة المطارية عايزة إيه أو نقول مش المطارية هالي المطارية عايزين إيه؟ فطبعاً بنحاول نغطي كل النقاط ويمكن أنا يعني نقلل شوية الاتصالات في هذه الفقرة أو في هذه الحلقة عشان بس نسمع أو نعرف أو نتعرف على المشروع أو برنامج الانتخابي الخاص بالعضو المرشح طيب هناك أيضاً بعض المشاكل المتعلقة بظواهر مش ظريفة برضو الإعداد والمتابعة بيلقوا قمامة على كبري رئيسي زي كبري عن شمس أو شارع المشروع أو بعض الشوارع الرئاسية شارع الأربعين مثلاً فيه هناك بعض تعديات في شارع السنترال مما يعيق حركة المرور يعني الحاجات دي كلها مع التطور والإنجازات اللي بتتم من الدولة ومن معالي الرئيسة الجمهورية ومن النظام ومن الجهة الهندسية في لقوات المسلحة بيكون هناك سلبيات ضد هذه المسألة هل هناك برامج لحل هذه المشكلات؟ هل هناك فكر؟ هل هناك رؤية معينة لهذه المسائل تفضل؟ أستاذ أحمد بالضبط حقيقة أصبت في النقطة دي أنا تواصلت مع كذا رئيس حي سابق في جزئية القمامة وقبل القمامة كان في بعض الشوارع في عزبة العقاد اللي أنا سكن فيها حالياً كانت لم ترصف وتواصلت برضو مع رئساء أحياء سابقين وتم رصف المناطق وبعد كده جات جزئية القمامة احنا كنا متعاقدين مع أو الحي كان متعاقد مع شركة اسمها شركة أوروبا 2000 ودي كانت فعلاً العربية الكبيرة بتيجي بتشيل بعض صندوق القمامة وعلى ما سمعت وعلى منام العلمي أن الشركة انتهت تعاقد بتاعها مع الحي فعلاً المطارية دلوقتي فيها مشكلة كبيرة جداً جداً كمية الزبالة أو القمامة عفواً اللي بتترمي ماشي اللي هو الزبالة يعني اه عفواً يعني بتترمي على النواصي هو الموضوع زي شقين الشق الأولاني شق سلوكي والشق التاني إن إمكانيات الحي عندها مشكلة في إن مفيش شركة حالية متعاقدة عايز تقول أن عدم توفر صندوق للقيامة للقمامة آسف أو عدم توفر شركات مسؤولة عن هذه المسألة دفع الناس إنها ترمي القمامة في شوارع رئاسية وكباري رئيسية وشوارع هامة جداً ومحاور هامة جداً ده السلوك حجر فزيح ده السلوك اللي احنا بنعتب عليه في إخواتنا وحبيبنا ماينفعش طبعاً ممكن حد يقولك طب ما مفيش سنديق هقوله لا السنديق موجودة في أماكن معينة ولكن لو أنت عايز تطلب زيادة وفي نفس الوقت تنزل الزيادة أوكي وفي نفس الوقت أنا برضو بناشد رئاسة حي المطارية بخيات اللواء حسام لبيب في إن فعلاً نحن محتاجين شركة أوروبا 2000 اللي كانت متعاقدة مع الحي تبدأ تنزل تاني هي بقالها فترة نزلة بس في بعض الشوارع الداخلية الناس بدأت تتعود هي برضو تعاودت إنها ترمي ما بتطلعش برا إنها ترمي في المكان المخصص لرمي الزبالة أو القمامة فدي في حد ذاتها برضو مشكلة كبيرة المشكلة السلوكية ومشكلة في نفس الوقت إمكانيات الحي فالمفروض إن أنا بوجه برضو صوتي للسيد الرئيس حي المطارية بإن إحنا عايزين العربيات يكون لها تواصل شوية في دورياتها في معادها اللي هي بتجي بتشيل فيه وفي نفس الوقت تزيد عدد السندي وفي نفس الوقت بناشد برضو إخواتنا ربما تكون هناك بعض الأمور التي اللي أنا اطلع عليها اللي إحنا ما نعرفهاش وما نقدرش نقول ليه عدم توفر صناديق في هذه الفترة أو عدم تعاقد في هذه الفترة لأسباب طبعا ممكن تكون فوق ردتنا أو ما نعلمش هي إيه بالزبط ولذلك بس إحنا بقول إن فيه ظاهرة لابد يعني حضرتك أو أي عضو في برنامج الانتخابي هل حاطت هذه الظاهرة قدام عينيه يحلها هل هناك رؤية معينة علشان في الآخر أهالي الحي عرضت على أكثر من رئيس حي سابق كان قال لي هنعمل إيه في المشكلة قلت له والله عندي حل بسيط يعني هو حل مبدئي مني أنا كشخص مدني أنا مش في الحي أو أنا مش في جهة معينة أنا بفكر تفكير بني آدم عايز أحل المشكلة عندنا فيه مشكلة كبيرة هي القمامة فأنا اقترحت على بعض رؤساء الأحياء السابقين وقلت لو يتحط جزء كشك معين في مكان ما قريب من الأماكن اللي بترمي فيها الرتش عندنا عماير مثلا عايز يبني وكده وبتاع ففيه رتش بيرميه فبيستنى لغاية وقت ما ينتهي بالليل كده ويروح رامي على كبري على شارع نصبع الصبح الحي أصلا لسه منظف يقولك والله أنا لسه منظف وفعلا السادة الزملاء في حي المطارية إخواتنا بيقولوا هذا الكلام تمام تمام فبيقولك يعني إحنا فعلا نظفنا وتاني يوم كذا فأنا اقترحت اقتراحه بسيط جدا وهو ما اعتقدش إن هو يعني مكلف إن الحي يوفر شخص ما أو موظف ما من الحي معاه كاميرا أو يستعين بكاميرات معينة بس يكون فيه مكان خدمة نعم مكان خدمة إنه هو يكون فيه دورية للمكان دوا تمام لو حد اتعاقب معاقبة قوية أستاذ أحمد تريد أن تقولها ببرنامج قبل كده مع حراتك برضو أو برامج تانية إحنا ليه لما بنركب المترو محدش بيدخن سجارة نعم عشان فيه عقوبة عشان فيه رقابة آه فيه رقابة مين يقدر النهاردة يمسك سجارة حتى لو مسكها ومن أمد العقاب أساء الأدم بالضبط يا فندي نعم يبقى طالما فيه رقابة قوية نعم إذن أوكي الدنيا هتبقى جميلة نعم يعني حدك لو حد جرب يمسك سجارة مجرد يمسكها من غير ما يولعها تلاقي الدنس كلها راح تبصالوا نعم من ناحية الموضوع ده بالذات أنا أنا ليه مصري جيدا ما فيها الزبالة نعم يعني ليه أصلا يعني يربطنا كبري اللي هو ينزل على الحلمية نعم بنرجع ممكن بقى نلاقي في الدواخل القمامة كتيرة والقصة دي كلها لازم يكون فيه حاجة رضع على الناس دي ترجعها إما بقى بالعقاب إما بأنه هو يتعمله محضر إما 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 ما عتواعية السلوك البنان أنا توقف عن هذه الأمة التي ذكرتها وناخد بس الأستاذ محمود السلام وعليكم محمود أهلا بيك منور القناة وأستاذ سيد منور الدنيا كلها والله ربنا يبارك ربنا يخليك يا فن أنت في برنامجك بتقول المطارية محتاجة إيه نعم أنا حضرتك شط من شباب المطارية نعم أنا ليه لما بيجي أعمل بطاقة ولا أروح سجل مدني ولا رايح شهر عبداري بطلع بره المطارية نعم ليه حضرتك الكلام ده ليه ما فيش غير اسم واحد بس في المطارية نعم المطارية جمهورية يا فندي نعم المطارية نازل فيها 27 مرشح ما يفعش اسم واحد هو اللي نسكها كلها نعم لدينا منطقة العربين ما فيش شارعة نزال أسفل أيوة خلي بالك أسر لا تقسيميا تقسيميا جغرافيا يعني أنه لازم الحي يكون لقسم واحد مش أكتر من قسم لكن هو لكن هو بيحدث بيحدث في بعض المنات الكبيرة يمفيحك اسمها قسم أول وقسم ثاني أنت ذا قصد أن يكون في قسم ثاني باسم المطارية تمام يا فندي نعم 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 عرب الحسنة وعرب الطويلة تمام نحن عندنا بإتظاهرة المخدرات نعم بقت موجودة في الشوارع كلها نعم النهاردة اسم المطارية مش هيقدر يشيل الشيلة دي كلها لوحده نعم نعم ما فيش شارع في عرب الحسنة والعرب الطويلة ترسط تمام وما دخلوا أتفال نعم النائبين بتاعنا كان آخر نائب كويس نعم كان بيسأل فعلا على العربين النائب محمود عبد المخليف نعم وحاليا وحاليا ما حدش نزل العربين وتكلم في مشكلها فعلا غير الأستاذ سيد يوسف نعم نائب الغلابة فعلا طيب أنا 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 الرسالة طبعا وصلت أستاذ محمود بشكر حضرتك جدا جدا وإن شاء الله بإذن الله بس أنا بستأذنك عشان هما بيقولي في الكنترول تقريبا إحنا قربنا على انتهاء البرنامج لكن إحنا أعتقد نقشنا كل هذه الموضوعات بشكل موضوعي مع الأستاذ سيد لمتابعة الحلقة ممكن تابعوها على اليوتيوب إن شاء الله بإذن الله بشكرك أستاذ محمود وطبعا هو برضو بينادي بأنه برضو منطقة العرب شوية محرومة بعض الخدمات محرومة فعلا دفعا محرومة محرومة كتير جدا نعم طيب يعني اختصارا كده إحنا تقريبا غطينا كل حاجة بس أنا كنت عايزة علق على موضوع القمامة إنه فينك حاجة اسمها ريسايكل أو إعادة تدوير في مشروعات النهاردة بتبقى فيه مكينات أو معدات معينة بتاخد القمامة دي بتحولها إلى سماد عضوي وكلام ده كله ليه مثلا أعضاء مجالس الشعب اللي هم إن شاء الله رب أنا أكرمهم ويترشاهم ويفكرواش في هذه المسألة ورجال أعمال تتبنى هذه المسألة فتتحول الكارثة إلى فرصة تتحول القمامة إلى مشروعات بفلوس وأسمدة للأراضي وكلام ده كله تمام يعني دي برضو أحد الأفكار أستاذ سيد اتحدثنا معك أو تكلمنا معك بشكل تفصيلي النهاردة لكن قبل أن أنهي هذا اللقاء هل لديك أقوال أخرى؟ والله لأقوال كثيرة أنا بشكر عليك جدا من الزحمة على اللقاء الجميل دون بشكر الددوة الجميلة اللي كانت في شارع عثمان بن عفان وشارع عثمان بن زيد كان فيه لقاء جميل جدا تم مع السادة أهل المكان العربين عرب الحسن وعرب الطويلة وعزبة شاوي وعزبة عاطف وبخص بالذكر طبعا الناس اللي هي يعني استقبلتني استقبال حافلة واللي أنا تواصلت معاها الحاج سامبو الحاج عماد أستاذ وائل أبو زيد والأستاذ أحمد أبو زيد وكان برضو الكابتن وائل محمود وكان الأستاذ حسين سلامة وكانت ناس كتيرة الدكتور محمد والدكتور محمد أبو المحاسن نعم والأستاذ الكبير العلامة مجد ياسين نعم اللي احنا بنتعلم منه يعني إزاي نقدر نحل مشاكل الناس والأستاذ أسامة أبو شادي وكانت ناس أفاضل كل الناس في العرب الحسن وعرب الطويلة استقبلتنا استقبال حافل وأنا بشكرهم جدا جدا وبشكر حضرك وبقول لهم إن شاء الله بإذن الله أنا نجحت أو ما نجحتش أنا مقابلة حضراتكم لي فعلا أكبر نجاح في الدنيا أكبر نجاح أنا شفته في الدنيا فطبعا بشكرهم جدا جدا على استقبالهم الجميل وإن شاء الله بإذن الله بوعدهم طلعت أو ما طلعتش هتواصل معهم في حل المشاكل وإن شاء الله بإذن الله مش هسيبهم أبدا لو قدرت أعمل أي حاجة لقصارة جوه دي هعملها إن شاء الله لغاية آخر نفس يعني كل الشكر لحضرتك أستاذ السيد على هذا اللقاء الجميل ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله والنجاح أنا عايز أقول بس قبل أن أنهي هذا اللقاء أنا الأستاذ السيد يوسف تربطني بيه صلة قوية جدا جدا وصلة غير عادية ولكن أنا هنا أمثل المشاهد أنا هنا وظفتي وكيل المشاهد وبنهي أو لا أنظر إلى الصلة اللي بيديو بنضيفي لو كانت هناك صلة ولكني أنا أتعامل كوكيل المشاهد وده حقه علي علشان خاطر في الآخر هو حق المشاهد مش حقي أنا وكان على الضيف أنه هو يجيب على كل هذه النقاط وكل هذه السؤولات أستاذ سيد إن شاء الله بندعو لك إن ربنا يكرمك إن شاء الله وتكون عضو في مجلس النواب إن شاء الله وقالولي أو بلغوني في كنترول من شوية بإنه هناك ندوة بيدعوك إليها أو بيدعوكم إليها منطقة عزبة العقاد مطرية شارع أبو مسلم الأستاذ عز أبو مسلم والأستاذ أحمد حسن أبو مسلم إن شاء الله في تواصل معكم طبعا بيدعوكم إن شاء الله لعمل مندوة يوم الخميس القادم بإذن الله تعالى إن شاء الله وبشكر الحاجة الطوخي طبعا وبشكر ناس كتير قابلتنا في العرب وفي العقاد وفي عزبة الشهر حاجة عماد ونسيت اسم حدا جماعة ما يزعلش مني نعم أيضا بفي توطر شوية على الهوى شكرا لكم مشاهديها الكرام وبشكر باسمكم الأستاذ السيد السيد يوسف هاشم الشهير بالسيد يوسف المرشح لعضوية مجلس النواب لعام 2020 شكرا لك يا أستاذ شكرا جزيلا كما أشكركم على طيب المتابعة وأشكر من أسرة العمل في الصوت علي حسين وفي التصوير المهندس محمد عزب وأيضا في ال VTR محمد عبد السلام والشكر موصول لمخرجنا محمد الكلاني وأزا أحمد يوسف كان معكم ومعكم دائما مشاهدين أصعد الله يومكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته